السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درجة جديدة من دور السليم البرامج الاندازية هذا الشرح سيكون بعنوان حل مشكلة تعدم تصدير الطبقات من برامج الأوتوكاد إلى ملفات البيديف لدينا هذه الرسمة وقمت بتنظيمها في مجموعة من الطبقات أقوم بإدخل أمر AI يعني لاير ستلاحظون هذه الطبقات المكونة لهذه الرسمة الآن سأقوم بعمل طباعة بشكل سريع هذه الطباعة تكون تحت إمتداد البيديف Ctrl-P من هنا أختار الطابعة الإفتراضية DWG to PDF من هنا أختار الفورمات والتي تكون نيفور من هنا أختار ويندو وأقوم بإختيار النافذة مثلا هذه النافذة هكذا أقوم بعمل Center the plot ثم أقوم بحفظ هذا الملف Save تلاحظون تم فتح هذا الملف يعني قمت بعمل انتباع بشكل سريع تحت إمتداد البيديف الآن لو أذهب إلى القائمة الخاصة بالطبقات من هذه الأيقونة manage page layers ستلاحظون أن هذه القائمة ليوجد بها أي طبق سنرى كيف نقوم بحل هذه الإشكالية الباصلة أقوم بغلقها مجددا أقوم بغلق هذا البرنامج الآن أقوم بعمل Ctrl-P وأقوم بأرجوع إلى نفس الخصائص التي قمت بالتعديل عليه يعني الخصائص الخاصة بالطبق أأتي له هنا وأخطأ Previews block ستلاحظون تم إعطاءنا نفس الخصائص لكن نحن في هذه المرة نأتي لPDF Options تلاحظون هنا سنقوم بالتعليم على Include Layer Information أوكي هنا في الأول يعني سنقوم بحفظ هذه الخاصية على هذه الطباعة فقط وهنا على جميع الملف أختار الثاني أوكي أوكي هنا مثلا أقوم بإعطائه House Model 2 ستلاحظون تم إعطاءنا جميع الطباقات التي قمت بعملها على برنامج Autogal يمكن كذلك التحكم فيها يعني إخفاء وزارها سأقوم بإخفائها تلاحظون تم إخفاء الهج Area Access إلى غير ذلك من هذه الطباقة باختصار الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر